ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عمال الجلسة الخامسة للمجلس في دول العقادة الثاني من الفصل التشريعي السادس نعم حيث ناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين أقليمهما وفيما وراءهما المرافق للمرسوم رقم واحد وستين لسنة الفين وثلاثة وعشرين وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي بالموافقة على المشروع بقانون بصفة الاستعجال وذلك نداء بالاسم وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم كما بحث المجلس تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم سبعة عشر مكررا إلى القانون رقم سبعة عشر لسنة الفين وخمسة عشر بشأن الحماية من العنف الأسري المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر وقرر المجلس بعد الاستماع إلى مداخلات عدد من أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة الحقيقة الموافقة كانت جماعية وكان الكل متفاهم لمدى فائدة هذه الاتفاقية هي اتفاقية تعاون في النقل الجوي بين البلدين وهي تتيح لكل طرف بأنه يشقل أكبر عدد من الشركات في خدمات النقل سوى المسافرين أو البطاء المريد وهي تثري الحركة الاقتصادية بين البحرين وجمهورية كوريا